البداية من قطاع غزة حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر في القطاع خلال الساعة الأخيرة أسفرت عن استشهاد 35 شخصا وإصابة 111 آخرين جراء القصف المدفعي الذي استهدف مناطق سكانية في القطاع وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال إلى 43,799 شهيدا إلى جانب 103,600 ومصاب واحد منذ 7 أكتوبر 2023 وقصف الاحتلال مناطق متفرقة في مخيم جباليا وبيت لاهية ومحيط مستشفى العودة في منطقة النصيرات وسط القطاع وفي شمالي غربي مدينة غزة استهدف الاحتلال منطقة الصفطاوي بقصف مدفعي مكثف مما تسبب بتدمير المباني وجزء من البنية التحتية وفي سياق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع أفادت بلدية خان يونس بتوقف امدادات الوقود اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي في المدينة مما تسبب بتوقف آليات جمع النفايات وتوزيع المياه كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن جرائم أعدامات ميدانية وتجوع وتهجير قصري ينفذها جيش الاحتلال في شمالي قطاع غزة وقال المرصد أنه وثق عشرات جرائم القتل العمد وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيا إضافة إلى قتل النازحين في مراكز الإيواء واستهداف التجمعات والمركبات دون أي مبرر شمالي القطاع كما أشار المرصد في إحاطته الصحفية إلى معاناة ألاف الفلسطينيين المحاصرين في الشمال جراء الجوع والخوف ووفاة من يتعذر نقله للعلاج نظرا لانعدام الرعاية الطبية ومنع الاحتلال الفرق الإنسانية في شمالية غزة من العمل وطالب الأورو متوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ سكان الشمال ووقف جريمة الإبادة الجماعية إضافة إلى فرض حذر شامل للأسلحة على الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه كشفت 29 منظمة دولية غير حكومية من بينها أطباء العالم وأكسبام والمجلس النرويجي للاجئين كشفت أن جيش الاحتلال يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وذلك عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات وأكد تقرير مشترك للمنظمات أن استهداف قوات الاحتلال للشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات يؤدي إلى فراغ أمني يسهل عمليات النهب مشيرا إلى أن النهب أصبح مشكلة متكررة نتيجة نقص السلع الأساسية وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور واستشهد التقرير بما نشرته صحيفة هارتس العبرية والتي أفدت بأن جيش الاحتلال يسمح لعصابات بنهب شاحنات المساعدات وابتزاز السائقين مقابل الحماية هذا ودعت المنظمات إلى تحرك دولي عاجلا لحماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها مع ضرورة التحقيق في انتهاكات الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها وصلنا ملعب في فلسطين وإحنا ولا حاجة معنا لا بطنية وحتى حمامات ما في الشي بنروعنا للمستشفى نروع شان الحمام ومية بتجينا مية نفلترة بجينا شحنين في اليوم بنسرب مية ومية عادية ما فيش حمامات زحنا معناش لكل واحد قطع غيار وجينا هنا قعدنا للساعة تلاتة في السقعة والصبح لما عطونا خينة عايشين على التكية تيجي التكية بناكل تيجيش لا لأنه معناش مصاري ووضعنا سيد خمس عائلات احنا خمس عائلات في الخينة عشان الله تطلعوا عندنا والله تشوفوا الأميات تعبن اللي ما احنا اطفال صغار سجعة احنا بننفس سجعة الله بكفى يا ابن حرب الله بكفى ألم ومع تواصل عمليات الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية أحرق عشرات المستوطنين ثلاثة مركبات لفلسطينيين وهاجموا منازل في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة رمالة والبيرة واعتقلت قوات الاحتلال منذ أمس اثنى عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهم أسرى السابقون ومنذ بدء الاحتلال عدوانه في السابع من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين تجاوز عدد المعتقلين في الضفة والقدس أحد عشر الفا وسبعة مائة معتقل وفي القدس المحتلة استولت سلطات الاحتلال على أكثر من سبعة دنومات وحولتها إلى مقابر لدفن قتل الجيش الإسرائيلي ومن جهتها ذكرت تقارير فلسطينية أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من مائة وثلاثة وثمانين مبنى في القدس المحتلة من بينها ثلاثة وثلاثون مبنى في بلدة سلوان تعيش عائلة عقل وعائلات مجاورة لها بين بوابتين من الحديد وبرج عسكري احتلالي على الطريق الاستيطاني شمالية مدينة الخليلة ومنذ السابع من أكتوبر العام الماضي وضع الجنود البوابات وأقفلوها على الأهالي وعليك أن تخاطر بحياتك مع كل حركة تقوم بها يوميا أنا هلأ ساكن بعد البواب الثانية هاي البواب الأولى والبواب الثانية هلا البواب الأولى ما بقدرش أصل حتى بسيارتي للبواب الثانية ببتصل على المراتي تيجي تأخذ أغراض الدار للطبيخ يعني هلا إحنا موجود عندنا غادة بين بعد البواب الثانية طبعا هاي البواب الأولى وفي البواب الثانية هلا البواب الثاني اللي هي بيجي في نص قبل ما نصل البواب الثانية فيه كمان برجيش هم يعطوننا الأوامر أنه نمرق حتى من البواب الثاني أو ما نمرق وإحنا الموجودين غادة أربع عائلات طبعاً الأربع عائلات عندنا أولاد كمان كل يتم عندهم أولاد للمدارس بعد مرات برجعوهم يعني بيضطروا أنهم يسلكوا طريقة التفافية من غادة ما شيء وبعد مرات بلحقوهم برجعوهم أولاد صغار إحنا منطلع عن بوابتين بلاقين الجيش أيام بسأني يعني أيام بردنا بمرقناش وقلونا إرجعوا يعني المغرب لحديت المغرب كانوا عندنا أولاد ابني ومرتوا وبدهم يروحوا ساعة تمنهم قدروا يمرقوا وابنوا يعيط بين إديه وهذا تمنهم مرقوا وإحنا ردونا صعب كثير إحنا بيجيبنا لغراض هان أو بنجيب العرباي معنا لما بيبقى النغراض الثقيلة بنجيب العرباي معنا وبنحمل هنا على العرباي الهويات حتى ذيكت اليوم بقلونا بكوا تسريح إننا نسير النمرق بتسريح بقولوا ما إحنا إحنا من حلحول قال ولو إنتوا بعد البوابة بعد البوابة لازم بتسريح برضو عنا على الكرونبوك بطلعوش إلا بتسريح بالضبط من 7 أكتوبر يام تقدر تقول 13 شهر بالضبط 13 شهر وإحنا نفس المعاناة بالنسبة لأنه واحد مرض وهي تجارنا يعني مرة صابته وجلطة فبعد يمكن ساعتين تم إسعافه يعني مع أنه إحنا كان بالإمكان أنه دقيقتين نكون موجودين بالمستشفى مستشفى محمود عباس بس ما فيش مجال لأنه أصلا بعد صعب الليل بعد صعب يعني بعد ما تصير الدنيا ليل بصير من بعيد يقول لك وقف وهذا ما بتعطيكش مجال أنك تتفاهم معاه أصلا بين البوابة والبوابة 500 متر ومن بيتنا من بيتنا للبوابة الأولى 500 متر حوالي كيلو متر هذه أكبر مشكلة بنعاني منها اللي هي الغاز لأنه إحنا ممنوع نحمل الغاز على كتافنا ولو جبنا البوابة نفس المشكلة يعني راح نعاني منها أنه إحنا مش رحين نقدر نوصلها للدار فمنضطر أنه بعد مرات نأمنها يعني بطريقة التفافية وكذا يعني بنسلك حوالي أربع خمسة كيلو لسه بالرجل لما نقدر نوصلها وفي حالة أنه مسكوك كمان معك الجراء يعني أنت رحت في خبرك أنا من بعد وضيعوك هذه قصة عائلة عقل عائلة تمثل حال الكثير من العائلات الفلسطينية التي أصبحت تعيش خلف البوابات الحديدية التي وضعها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر معاناة كبيرة والبحث عن أبسط الأمور لتسيير حياتهم اليومية من الخليل محمد العدم رؤيا اتهمت رئاسة الفلسطينية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بضلوعها في تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة نتيجة دعمها المتواصل للاحتلال الإسرائيلي بالمال والسلاح والغطاء السياسي وقال الناطق باسم رئاسة نبيل أبوردين أن العدوانة الإسرائيلية في الضفة والقطاع يستدعي عدم الاكتفاء بسياسات التنديد والاستنكار التي لم تعد تجدي نفعا لمنع تدمير المنطقة جراء الإجرام الإسرائيلية مشددا على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد قررت حكومة الاحتلال تنفيذ غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين بحسب القناة الثالثة عشرة العبرية وشهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا في المناطق الحدودية بين لبنان والأراضي المحتلة إذ تبادل الاحتلال وحزب الله هجمات جوية وصاروخية هذا ووفقا للتقارير فإن غارات الاحتلال لم تتوقف على مدار ساعات على الضاحية الجنوبية لبيروت كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعفين اثنين وإصابة أربعة آخرين إثر غارات استهدفت مناطق جنوبية لبنان وأسفرت عن تدمير واسع في البنية التحتية خاصة في شبكات الكهرباء كما استهدفت الغارات محيط مدينة سور وبلدة النبي شيت في البقاع شرقية لبنان وفي المقابل قصف حزب الله مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية وقال الحزب في بيان له إنه قصف مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة كتسرين بالإضافة إلى عدة مواقع عسكرية إسرائيلية في المناطق الحدودية هذا وأطلق حزب الله نحو 35 صاروخا تجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا هذه جريمة كتير كتير مأسلات كبيرة علينا هذه مش بس أهليهم هذه خسارة لكل لبنان نحنا والشباب نحنا كنا نقوم نساعد الناس نحنا ننقذ الناس نطلع بمهمات هلأ نحنا عزلين لأنه نحنا آلياتنا تدمرت ما باع عنا آليات نحنا ندين هذه الجريمة نكراء بأشد العبارات خاصة إنها ضد الإنسانية ضد ناس سخروا عمرهم خدمة لإخوانهم الجرحة خدمة لغطنهم فعلا جريمة كبيرة هاو تبعين للدولة اللبنانية ما دخلهم ده بأحزاب ما دخلهم مع حدا إعدين نطرين اتصالات لحتى يردوا عليها يشوفوا إذا حدا عم يحترق بيته إذا حدا منصاب ليروحوا يساعدوه هاي الجرائم اللي عم تصير 15 شاب بعمر الحبق عندهم أعيال عندهم أولاد هاي كيصير فيه هون هاي فعلا مجزرة مطلوبة من الجميع يساعدنا يطلع فينا يقف حدنا بهالمصائب هاي اللي عم تصير عندنا نفت إيران بصورة قاطعة حصول أي لقاء بين رجل الأعمال الأمريكي أولون ماسك وسفيرها لدى الأمم المتحدة هذا وأعرب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاء عن استغرابه من نقل وسائل إعلام هذا الخبر وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقا أن ماسك التقى السفيرة أمير إيرواني سعيا إلى تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تسمهما أن اللقاء الذي عقد في مكان سري لأكثر من ساعة كان إيجابيا